أعلنت الولايات المتحدة الموافقة على طلب حكومة ناجر بسحب القوات الأمريكية من أراضي الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في خطوة قومتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنها تغير موقف واشنطن في مكافحة الإرهاب بالمنطقة وقال مسؤول في وزارة الكريكية الأمريكية إن الجانبين اتفقا على بدء محادثات خلال أيام حول كيفية وضع خطة لسحب القوات بطريقة منظمة وينهي الاتفاق وجود القوات الأمريكية والذي بلغ إجماليه أكثر من ألف جندي كما يلقي بظلال من الشك على وضع القاعدة الجوية الأمريكية والتي تبلغ تكلفتها 110 ملايين دولار والتي يبلغ عمرها 6 سنوات فقط